طيب 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 سياسة الاختيار اللاعبين خصوصا من الدرجة الاولى اللاعبين المغمورين ثم سقلوهم وبع بعضهم في اطار الاستثمار والادارة دي سياسة بقى كشفين عندنا كشفين طبعا عندنا كشفين شغلتهم انهم يروحوا وتفرجوا على مطشوط الدرجة التانية والتالتة ويشوفوا مطشوط الفرق كلها ويختاروا اللاعب ويخلوا المدير الفني يشوف اللاعبة وهو الذي يأخذ القرار انا موافق على اللاعب ده يجي او انا مش موافق عليه مش موافق عليه خلاص موافق عليه نبتدي نشتغل على النادي اللي منه اللاعب ونتفاوض معه ونتفاوض مع اللاعب لغاية ما ناخد اللاعب في بعض المديرين الفنيين زي كابتن هاب جلال بيحب النوعية دي من اللاعب اللاعبين المغمورين اللي جاي عنده طموح بالزبط وعايز يطور من نفسه جاي عن كورة وعنده طموح وعايز يطور من نفسه وعايز يظهر وعايز يلعب في الاهلي وعايز يلعب في الزمالك وعايز يلعب في برة فرصة اللاعب في مصر المقصة فرصة مهمة جدا يتشاف من اي نادي في الاندية يتشاف بس عايز يتشاف الدوري واحد زي الكابتن اهاب يعني ده مثال كابتن اهاب جلال كابتن اهاب جلال اه بيحب النوعية دي من الناس اللي عندها جوع جورة وعنده التزام مش لازم يكون نجمي بس هو عنده مقومات يقدر يوظفها ويساعد ويستفيد منه في الملعب بشكل كبير جدا النجوم اللي انبقيت نجوم ما كانوش نجوم صحيح ده طبيعي كانوا لسه صغيرين مهارة أساسية ومهارة مكتسبة وقدر يوظفهم التوظيف الجيد وفي الاماكن اللي تتناسب مع امكانياته وطلع مجموعة لعبين الحقيقة انا مقدرش انكر طلع مجموعة لعبين النادي الاهلي خد منهم دهنا جزء كبير يعني احمد الشيخ على ميدو جابر على حسين الشحات على حسين الشحات محبود واحد دي يعني حسين راح العين الاول راح العين لكن هو ابن مصر مقصة فهو صفقة العين بيننا وبين العين دي كانت صفقة ما كناش نحلم بيها يعني صفقة فرقت معنا كويس قوية فمش عايزة شك ان اللي العقيب بيحب بقى ييجي يشتغل مع المدير الفني اللي عنده القدرة في بعض المديرين الفنيين يقول لك لا انا عايز 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 زي العجنب العجنب ما يبنيش فريق مش عايز ما عندوش وقت يبني فريق يعني مش هيصبره النادي مش هيصبر عليه ويتختلف من نادي النادي برضو اذا كان نادي مثلا دايما بينافس على كل بطولات فمعندوش وقت ينتظر فعايز يجيب لعب بيها زيشان يحافظ على اسمه على صناعته على استثماراته نادي مهم زي نادي مصر المقصة دايما بيحقى مركز ما ينعش انك بسا بردو تدخل مع من الناشئين اللي طالعين من عندك او من الناس اللي بتشوفهم في درجة دايما توقف على مدى نجاح قطاعات الناشئين والاكاديميات المختلفة في الاندي هانا ما بيحبوش الكلام لا عايز العيب الجاهز هو اللي يقطو قويسة وجاهز المصريين بعضهم بيحب بيقبل منهم اهاب جلال اه منهم اهاب جلال بشكل شخصصت اما اه محضر شنكر انا بحب الناس كلها اه مهزب اول كابتن اهاب اه انما اهاب له اه يعني مكانة كده في قلبنا كلنا اه مكانة كبيرة اهاب انسان خلوق جدا مدرب متميز كمان مدرب متميز جدا وعلى اديه احنا شفنا ايام كويسة قوي وكنا شايلين من دماغنا تماما يعني قطع الكورة خالص اه خلاص ايام موجود خلاص